عندي ملف اكسل كبير وعايز اضعه. مش عارف ازاي اخلي كل ملف ده يظهر في ورقة واحدة بدل ما هو ظهر في اكتر من ورقة ومتأسم. ان شاء الله نهارضا حيكون مختصر من فيديو اطباعة. اللي موجود بسكريبشن تحت الفيديو ده بيتكلم عن كل ملاو علاقة بالطباعة في الاكسل واكيد حيث يفيدك. ولكن لو انت عايزت معلومة دي بس ان شاء الله حولها لكم نهارضا. يلا بنا. السلام عليكم معاكم عمر محسن من قناة نولوجي. نبدأ مع بعض ونشوف المثال العملي. ده الشيط اللي عندي الشيط ده زي ما انتم شايفين في بيانات كتير جدا. انا محتاج اطباعه كله في ورقة واحدة او ماكسيم ورقتين ويكون واضح وظاهر بالنسبة لي. هتصرف ازاي? الطبيعة بتاعنا طبعا هضغط على كنترول بي عشان يفتح الطباعة. هلاحظ ان الشيط عندي ظهر بالشكل ده. طبعا غير مناسب ومش كل بيانات ظهرة. اول حاجة هعملها هتأكد نوع الورق اللي عندي. هل انا عندي ورق اي ثري يعني ورق بيكون ضعف الورق اللي عندي دي. لو عندي ورق اي ثري هيكون افضل كتير عشان تشوف الجدول بالكامل. لو ما عندناش يبقى نختار ورقة اي فور. لان دي انواع الورق المفترض ان انت بتختارها على الاساسة. هو مش موجود عندنا وكل في الغالب الموجود عندنا اي فور. يبقى اول حاجة نعملها ان احنا نختار تاني حاجة يبقى حل البيانات اللي عندي. هل البيانات اللي عندي طولية ولا عرضية? انا عندي مشكلة في العرض. فاخلي الوريانتشن بشكل او هوريزونتل. لو ضغطت كده هلاحظ اه شوية بيانات ظهرت ولكن مش كفاية. هنروح بعد كده او الهوامش اللي عندي. هل هي هوامش كتير? انا شايف حجمها كبير فابتدي اتحكم فيها من هنا وخليها نعره مثلا. يزهن لي مالات اكتر. وممكن من هنا كمان لو ضغطت عليها اقدر ازود او اشيل مساحات عشان املى بيانات اكتر في الشيط بالشكل ده. ولكن برضو ما حدث ليش المشكلة. هروح لتالت حاجة وهي او ان انا اكبر او اصغر حجم الورق بتاعي. ازاي بعمل سكيلينج? هلاحظ ان عندي هنا في نو سكيل بتون تنبيل بتون تصغير. اضغط عليها واختار في عندي اكتر من حاجة. يعني بياخد كل الشيط الموجود عندك ويضعه في ورقة واحدة. في الغالب ده مش هيكون مناسب معاكم لانتو عندكم بيانات فوق الثلاثين خمسين داتا. فاكيد مش مناسبة. خينا نجرب كده ونضغط. هلاحظ ان الشكل بقى غير مرقي تماما وغير مناسب. يبقى انا عندي الاختيار التاني او التالت. الاختيار التاني ان هو بيحدد او العواميد ويحاول يظهرها كلها في نفس الشيط. او لو انت عندك الروز او الصفوف هي المهمة فانت ممكن تفت الروز بس ومش مشكلة العواميد. انا هنا في الحالة بتاعتي عندي العواميد هي المهمة فاضغط على فت او الكولومز. فهو هنا بيحاول يعمل لك جمع لك كل بيانات بتاعتك في شيط او ورقة واحدة. وبكده لو ضيطنا نلاحظ ان احنا عندنا ثلاث وراءات. كل وراءات فيهم البنافات المناسبة لها. لو حد شايف ان انا عندي بنافات كلها او الاتا كلها متوسطنة. ازاي واسطنتها بالشكل ده? ببساطة اتروح على. وتروح على المارجن. هلاقي عندك في حاجة اسمها لو ضغطنا على هيريزونتال هي كده بقت في النص و كده بقت في النص. انا كده بسنتر البنات بتاعتي بحيش شكلها يكون اشيك. طب هلاحظ ان انا عندي هنا الجزء اللي فوق ده مش ثابت معي في كل الشيتات. يعني الكود ده مش ظهر. فالبنات دي مبقتش معروفة. انه فيهم المسافرين وانه فيهم مثلا منظمين الرحلات. عشان اثبت او العنوين الرئاسية اللي عندي. بروح على هنا. واضغط على واروح على وهنا بقول للا اكسل اللي عندي الجزء ده خليهولي يكون التايتل ويثابت في كل الورقات. والجزء ده كمان لو انا عندي حاجات بالعرض. بعمل موضوع ده ازاي? هنا بيقول لي ايه روز اللي انت عايزها تكون سابتة في كل الصفحات. بضغط عليها كده. وعلم قليها كلها. وبكده انا علمت على الحاجات السابتة. ولو عندي حاجات كمان بالطول اضغط عليها. واعلم عليها كلها بالشكل ده. واضغط اوكي. بتاعي نجرب نعمل كونترول بي. ونروح للصفحة التانية. هلا وحظ ان عندي بقى الموضوع جميل ويثابت بالشكل ده. طبعا كمان ممكن لو احنا بقى في قطعة هنا زي ما انتم شايفين كده ممكن نشد شوية. بحيث تجيلي بالشكل ده. دي نظرة صريعة على الطباعة في الاكسل. زي ما قلت لكم في فيديو كامل للطباعة في الاكسل في حاجات كتير جدا. اوعدكم وانا اواثق ان شاء الله ان هي هتفرق معكم جدا في سرعة طباعة الاوراق. واعتوفر عليكم وقت مجهود كتير. ده كان فيديو النهاردة. شوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الحاجات برضو الجميلة اللي بحب اعملها قبل ما ادخل على التباعة ان انا اخلي كل حاجة واخده مساحتها. يعني تلاحظوا مسلا الكولوم ده كبير جدا. فانا ملوش لازم ان انا اخد كل المساحة دي. فهيضطر ان او خش في صفحة تانية وتالتة. فانا افضل حاجة بعملها ان انا بضغط على العلامة دي. واعمل في اي حتة هنا. بلاحظ ان كل خانة واخده المساحة بتاعتها. ده المكسيمم اللي ممكن تاخده علشان اتباعها. موسيقى